السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الأربعاء 29 أيار مايو القمر اليوم موجود في برج الدلو ورح ينتقل في ساعات متأخرة أي ما بعد منتصف الليل رح ينتقل لبرج الحوت ولكن رح يظل موجود بالدلو طول اليوم وفي عنا من ساعات العصر في خلوم مسار رح يستمر لمنتصف الليل القمر الآن موجود في منزلة سعد الأخبية وهي منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 59 دقيقة صباحا من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة والقمر بما أنه اليوم أغلبه أو كله رح يكون موجود في برج الدلو معناته منظل بحاجة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية أو هذه الفترة يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية وتعزيزها والاستفادة منها بعض الأشخاص ممكن اليوم ينضموا لنادي أو مجموعة من الأصدقاء أو تجربة طريقة جديدة لتغيير روتيننا من ميل للتقارب من الأشخاص أو الأشخاص اللي حاولنا حاولوا أنك تتصرفوا بشكل منطقي وما تعتمدوا على العواطف لأن القمر بالدلو يعطينا العقلانية أكثر يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا أو قص شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بكل ما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة ثمانية وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع هاي الزاوية طبعا تعمل نوع من أنواع التوتر وخصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين من زيادة الضغوطات أو الأحمال فممكن يتعرضوا لبعض الحوادث بسبب سوء التركيز وما منحسن التحكم لا في أفكارنا ولا بكلامنا ولا بذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون دروتها ساعة عشرة وخمسة واربعين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتدل على حسن الحال وحسن النفسية ويعني وبرضو بتعطي دفعها لبعض الأشخاص اللي بدهم يحسنوا الوضع المالي طبعا في فرص مالية لأنها بتعطي طاقة كبيرة للمزاج وقدرة قيادية عالية لمعض الأشخاص أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا رح تكون الساعة ثنتين وتسعة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر وعاندين غريبين الأطوار وممكن تعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفراق بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة ثنتين وتسعة عشر دقيقة عصرا بتوقيت جرينج من عصر اليوم الأربعاء ورح يستمر لغاية ما بعد منتصف الليل يعني لغاية الساعة تناعش واثنين وتلاثين دقيقة بعد منتصف ليل الأربعاء على الخميس طبعا فترة خلو المسار معروفة هي فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم أن نعمل عمليات جراحية لهاي الأعضاء نحاول أن ننأجلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا عندنا بطة الساق والكاحل الساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هاي الأكثر حساسية باقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية ولكن مش بفترة خلو المسار هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أيضا مش بفترة خلو المسار يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح أيضا للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر الآن بدأ مرحلة انحسار المربع عمره 21 يوم الساعة 9.56 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش بصغير 22 يوم نسبة الإضاءة 59% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزة حتى يوم 26 سعيد اليوم بنسبة 100% القمر في الدلو حتى يوم 35 منتحس بنسبة 25% الآن ساعة الظهر منتحس بنسبة 50% أما في ساعات المساء منتحس بنسبة 60% عطارد في الثور حتى يوم 36 سعيد اليوم الآن بنسبة 10% ساعات الصباح سعيد بنسبة 30% الزهرة في الجوزة حتى يوم 17 ستة سعيد بنسبة 60% المريخ في الحمل حتى يوم 96 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزة حتى يوم 19 بعدم يبدأ بعملية التراجع منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 30% وأورانوس في الثور حتى يوم 19 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت حتى يوم 2 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجع حتى يوم 29 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم أيضا تنشطوا في المجال الاجتماعي وممكن تلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء بعض الأصدقاء وبتقدروا تطلبوا المساعدة من معارفكم أهم شيء أنه برضو ما تتردد بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد استغل علاقاتك الاجتماعية وأيضا حاول تتمم كل الأعمال الضرورية والمهمة وتنجزها اليوم قبل وصول القمر لبرج الحوت يوم الغد لأنه تدخل فترة صعبة لأنه بيت متاعبك فحاول أنك تستغل هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم أيضا مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقتهم مع المسؤولين أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية المطلوب منك تعطيها الاهتمام الكامل وتكون على قدر من المسؤولية صحيح إنها فترة صعبة ولكن يعني فيها مجالين يا إما بتكون لصالحك تماما يا بتكون ضدك تماما بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم أيضا فيه نشاط على مستوى السفر أو الاتصالات البعيدة أو العلاقات مع الأجانب أو الأمور التجارية أو التعليم والدراسة والامتحانات كل هاي المجالات اليوم ممتازة جدا حتى على المستوى العاطفي ممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط فيك بشكل كبير بإمكانك أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية وتعتبر هاي فترة مثمرة على جميع الأصعد بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم التركيز على الأموال المشتركة فاليوم يا إما بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة أي المال اللي معك شريك فيه يا الاهتمام بمساءل تتعلق ببنك أو ضريبة أو تأمين أو ميراث أو مطالبة بحقوق لا إلك من جهة في مكاسب تيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلافات والزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر وباستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ممكن نتناقش زي ما حكينا مواضيع مالية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود مقابلك تماما في بيت الشراكة إذن التركيز اليوم على تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية أو ما بين الأزواج ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات الطاقة ضعيفة بسبب القمر ومقابلتك تماما فما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل تطورات بموضوعي وأعصاب برده وما تتسرع باتخاذ القرارات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة اليوم طبعا الآن بدها تبدأ مراحل المقابلة للقمر فبيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذائكم وراحتكم وما تسمح للواجبات بإنها تتزامن وتتراكم إنجز الأعمال الضرورية والمهمة وكون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وخذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن وما تفتعل مشاكل أو ما تنجر لمشاكل مع زملائك بالعمل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وأيضا تعتبر فترة مثمرة وإيجابية ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحبائك تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة بمسائل عاطفية أو مغازلة أو التقارب ما بينك وبين الحبيب الظروف ملائمة جدا لتكرار المحاولات بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أو ممكن أهم مش إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية الأهم إنك تكون مرن وحاول إنك ما تتخذ قرارات حاسمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك أو تبرر من خلالها مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات وأيضاً إلكوا اهتمامات يا بالسيارات يا بالإلكترونيات برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد اليوم أيضاً فيه فرصة بعطيك فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي أو مستردات هبات أو دعم ولكن بدكوا تحذروا أيضاً من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي بيتعلق ببنك أو ديون قروض ترتيب فواتير أو دفعات أهمش أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقيق بالتفاصيل تطمع إن خواطرك نوعاً ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ الأهم إنك تتفعل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو تبدأ اليوم فترة أفضل من يوم أمس ولكن شوي ممكن مزاجك يكون متعكر فعشان هيك حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتستغل هذا اليوم اليوم بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة اتدعموا من خلالها مركزكم الاجتماعي فيه انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة وتكون واقعي في حل بعض الأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر ما زال موجود لآخر يوم في بيت المتاعب ابتداء من بكرة القمر رح يوصل لعندك فبيظل التعب مسيطر عليكم حاول تنظيم أمورك والمحافظة على صبرك المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس أو شخص يوعدك بشيء وما يوفي فيه فعشان هيك بدك تحاذر من انك تصدق هاي الأمور وحاذر من انك تبدأ بأي شيء جديد وما تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط ننظم أمورك وضاعف مجهودك وعمل بشكل روتيني ولكن ما تتخذ قرارات حاسمة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء